سيناريوهات عديدة تعمل عليها اللجان النيابية المختصة في محاولة لخفض نسبة العجز في الموازنة الاتحادية والبالغة نحو 64 تريليون دينار منها خفض النفقات والتخصيصات لبعض الوزارات والمحافظات أو المشاريع المدرجة ضمن بنود الموازنة وتحديد نسبة أو حجم الأموال المستردة من عمليات مكافحة الفساد التي تقودها الحكومة مقترحات مختلفة تقدم بها بعض النواب رغم أن أغلب المؤشرات النيابية تشير إلى دعم بنود الموازنة دون تعديل كبير في أبوابها إذا ما أردنا أن نقلص هذا العجز هو بزيادة أما الإرادة أو تخفيض النفقات أو أن يكون الأمر بزيادة الإرادة مع تخفيض النفقات في وقت واحد وهذا طبعا له أكثر من سبيل الأول اليوم ما يتعلق بالإرادة النفطية تقريبا شبه ثابتة لكن أقول أنه يمكن الإرادات غير النفطية وفيها مثلا اليوم عملية استرداد الأموال لم تظهر في بنود هذه الموازنة وهي مبالغ ضخمة اجتماعات مكثفة عقدتها اللجنتان المالية والتخطيط الاستراتيجي النيابيتان مع مسؤولين وأكاديميين وخبراء في الشأن الاقتصادي لمناقشة بنود الموازنة قبل قراءتها قراءة ثانية إن شاء الله رح يكون القراءة ثانية للموازنة لأن هذه الاستضافات أو هذه المؤتمرات التي حاليا تصير باعتبار عدنا مجموعة أساتذة من جامعة بغداء جامعة مستنصرية من أقسام محاسبة مالية لمناقشة الموازنة بسرعة عامة وللخروج بالنتائج إن شاء الله حتى نشوف هذه العراق أو هذه النقاط التي عدنا عليها استيثمات أنحلها ويرى نواب أن أي عملية خفض أو إضافة في بنود الموازنة ستحتاج إلى توافق سياسي عملت الحكومة عدة أشهر لتحقيقه في مسودة القانون من خلال توزيع الموارد ومشاريع الخدمات والتنمية على جميع المحافظات وبما يتوافق مع منهاجها الخدمي ياسر عامر العراقية الإخبارية بغداد